عقد اليوم الأربعاء رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني عبد المجيد تبون عقد جلسة عمل مع رئيس عركان الجيش الوطني الشعبي الفاريق ساعد شنغريحة وحسب بيان لرئاسة الجمهورية جدد الفاريق شنغريحة ارتياحه بعودة رئيس الجمهورية إلى أرض الوطن كما قدم له تقريرا عن الوضع الداخلي والمستجدات بالنسبة لما يجري في دول الجوار وعلى مستوى الحدود اشتركوا في القناة